تحت عنوان المياه هي الحياة ندوة بيئية في تل عمارة نظمتها مؤسسة سلوم الإنسانية ورئيس مصلحة الأبحاث العلمية دكتور ميشيل فريم وذلك بحضور وزير البيئة فادش ريساتي والسفيرة السويسرا في لبنان وخبراء بيئيين وجمعيات بيئية عالمية ومحلية رئيس مصلحة الأبحاث العلمية دكتور ميشيل فريم أكد أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى خسارة كل مواطن لبناني عشر سنوات من عمره جراء تلوث المياه والجو والزراعة في لبنان طارحا بالأرقام ارتفاع نسبة مرض السرطان في البقاع بارلياس جراء تلوث نهر الليطاني الذي سمي بنهر الموت رئيس وصصات سلوم إبراهيم سلوم ناشد الدولة اللبنانية والحكومة أن تولي الاهتمام اللازم بموضوع نهر الليطاني مع ارتفاع نسبة الوفاة جراء هذا المرض البيئة ما بتعني وزارة وحدة بتعني كل الوزارات والبيئة ما بتعني الدولة بتعني الشعب والدولة كلنا مسؤولين عن البيئة بداية بالمواطن اللبناني إذا المواطن اللبناني بقري تحمل مسؤوليته ببلش الإصلاح بهذا البلد وتبلش معالجة البيئة فإن إهمال وغياب الدولة من جهة وأزمة النفيات ومشكلة النزوح والمخيمات العشوائية على ضفاف النهر إضافة إلى غياب البنية التحتية وكنوات الصرف الصحي ومحطات التكرير في الكرة التي يمر النهر عبرها من جهة أخرى حول شريان الحياة هذا إلى مصدر للموت وللأمراض ورفع نسبة التلوث وقد تخلل أن دواجر ستان حول أزمة الليطاني والحلول المطروحة موسيقى